ننتقل إلى بصمة نجاح في فقرتنا بصمة نجاح رسم الفنان اللبناني الشاب جيوفاني باسيل أكبر علم لبناني بالطبشور في محاولة لدخول موسوعة جينس الأرقام القياسية ورسم الشاب العالم اللبناني على مساحة 200 متر مربع في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت مستعينا بأكثر من الفيطة بشورة من الألوان الثلاثة التي يتشكل منها علم لبنان اللي هي الأحمر الأبيض والأخضر طيب الآن بنشوف جيوفاني باسيل هذه الصور وهو يحضر أو يرسم للعالم طبعا يعني هو مشكورا كان بيرسم العالم هذه في الصيف خلال الفترة الماضية ونحن عارفين طبعا درجة الحرارة بتكون عالية معنا من بيروت الرسام اللبناني جيوفاني باسيل صبح كله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم يعني نتمنى دخولك فعلا لموسوعة جينس توصلت معهم يعني مشيت على حسب الاشتراطات أثناء إتمام ورسم هذا العالم نعم أنا توصلت معهم من تقريبا من شي سنة وعطيوني أكيد شروط وبدي أقدم 12 دليل لألون كلمة اللي قدر فوت بالجينسبوك ولأ كتر خرق الله أنا مشيت على كل طالبينه وهلا عم بلش أبعت 12 دليل ومن هون لجمعة بعرف إذا حفوت ولا لأ طب إيش اللي خلاك تعمل فكرة هذه أساسها جيوفاني يعني خصوصا في ظل هذه الظروف اللي تعيشها لبنان إيش اللي حمسك ترسم العالم بهذا الحجم أنا بالصدفة كنت عم بفتح موصوعة جينس وشفت في رسم من إيروغوي رسم عالم بلده على 168 متر مربع حبيت كون أنا عم نفسه عم بعمل شي لبلدي مثل ما هو عمل لبلده وإرسم عالمي أنا على 200 متر مربع هلأ أكيد التبشور أنا ملزم فيه لأنه الجنس هي طالبة مني إرسم بالتبشور ما قدرت ما إرسم غير بالتبشور كرمير أقدر أكثر هيدا الرقم الإياسي طيب يعني هذه المنافسة الجميلة جيوفاني يعني أنه الواحد يشوف شي ويحب أنه يتفوق على نفسه ويتفوق عليه هذه صراحة روح طموح رائع ومنافسة نتمنى لك التوفيق وإحنا بنكون معاك وبنتابعك ونشوف دائما الشيء اللي هيصير مؤخرا شكرا لك يا جيوفاني باسيل الرسام اللبناني كان معنا من بيروت يتفوق على تكلافيا شكرا لك